القضاء على داعش عسكرياً لا يعني زوال خطر التنظيم الإرهابي نهائياً هذا ما يكاد يجمع عليه جميع المعنيين والمراقبين للحظات الأخيرة من معركة دحر التنظيم من آخر معاقله على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في سوريا فالتنظيم الإرهابي عقب القضاء عليه عسكرياً سيبقى محافظاً على خلايا نائمة لن تتوانى عن تنفيذ الهاجمات الإرهابية وستتحين أي فرصة قد تسنح لها من أجل لملمة صفوفها والعودة إلى الظهور مجدداً والانسحاب الأمريكي من سوريا يرجح البعض أن يخدث الفراغ الذي ربما يستغله التنظيم لتحقيق ذلك الهدف من هذا الباب لا تتوقف المناشدات لواشنطن باعتبارها طرفاً رئيساً في التحالف الدولي ضد داعش لا بل الطرف المؤسس والذي يقود هذا التحالف للتراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية الذي فاجأ به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه والعالم آخر الدعوات لإعادة النظر في قرار سحب القوات الأمريكية وكذلك مجمل مهمة التحالف الدولي عقب هزيمة داعش شرق الفرات جاءت من شركاء التحالف الدولي على الأرض أي قوات سوريا الديمقراطية حيث طالب قائدها العام مظلوم كوباني بالإبقاء على ما بين ألف وألف وخمسمائة من القوات الدولية لإتمام مهمة القضاء الكلي على التنظيم وخلاياه النائمة والمساعدة في مواجهة أي خطر قد يشكله مستقبلا دعوة القائد العام لقصد هذه جاءت عقب محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأمريكيين قال أنهم تناقشوا خلالها بشأن إمكانية تأمين التحالف الدولي لغطاء جوي ودعم بري في مناطقهم دون أن يصرح ما إذا كانوا قد تلقوا أي تضمانات أكيدة بهذا الخصوص لا يبدو أن واشنطن في وارد أن تكون الطرف الممسك بزمام المسؤولية عقب هزيمة داعش عسكرياً وأنها تبحث عن الخيار البديل وهو إمكان أن يتولى دفة المسؤولية حلفاؤها بالتحالف الدولي لا سيما فرانسا وبريطانيا فالتسريبات التي تحدثت في وقت سابق عن محاولات تقوم بها واشنطن لإقناع فرنسا وبريطانيا بالإشراف على منطقة آمنة في الشمال السوري أكدها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بالقول أن نقاشاتهم مع قيادات قسد تمحورت حول ما يمكن أن يقوم به أعضاء التحالف عقب الانسحاب الأمريكي وإمكانية نشر قوات فرنسية وبريطانية لدعم تلك القوات في الوقت الذي يقترب فيه موعد القضاء على داعش وبالتالي اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من سوريا فإن الأنظار تتجه إلى الدور الذي سيطلع به التحالف الدولي في المرحلة اللاحقة وعما إذا كان سيواصل الالتزام بمسؤولياته في حماية حلفائه والعمل من أجل منع عودة داعش للظهور أم أنه سيرجع مما يعتبره البعض منتصف الطريق ويكتفي بإنجاز نصف المهمة